من على شهر ولا أقصاها شهر بش يفوت قانون الإعلام والسمع البصاري بش نفصل نهائيا في الأمور هذه تطمينات من أعلى هرم في السلطة تأتي تزامناً وطرح مشروع جديد لقانون الإعلام قبل أن يقدم لنواب الشعب لإثرائه ومناقشته قانون من شأنه تكريس حرية نكبر وتنظيم جديد لمهنة الصحفة وقانون الإعلام هو يكراح يكون نفس جديد للمجتمع في الجزائر وهو اللي نستنى فيه معاولين عليه تعويل أكبر لأن الصحفي هذا عندما ينقل الحقيقة للمواطن ويفهمه واشره سير في المجتمع هذا بالنسبة لنا حجم له الإعلام وقوانينه أو الترسان القانونية المسيرة لقطاع الإعلام تحتاج إلى تكيف عبر فترات محذلة لا نستطيع أن نبقى نسير الإعلام الحالي بقوانين قديمة تطوير قطاع الإعلام من الدخلاء وتوفيرها مش نكبر من الاحترافية في التعامل مع الأخبار والوسائط الجديدة ناهيك عن توفير غطاء قانوني لنشاط القنوات الخاصة هو ما يصب له الخبراء والممارسون للمهنة أن يكون المهنيين أو مواد تطرد إن صح القول للناس الذين ليست لهم علاقة بالإعلام ويمارسون هذه المهنة لأنه هذا ما أدى إلى تدني مستوى الإعلام ثانيا نتكلم على الحقوق والواجبات يجب أن تظهر كذلك في هذا القانون بشكل واضح جدا تطور إعلامي أملته التكنولوجيات الحديثة تزامناً وبروز الصحافة الإلكترونية فرض على السلطات الوصية التفكير في طرح قانون جديد يتماشى وهذا تطور ترجمة نانسي قنقر